الله الله على الأصهر وقوله في هذا الاستجلال شروط العام ومعانداته أقل من شروط الخاص ومعانداته قلنا ذلك الذي ذكرته إنما هو بالنسبة إلى تحققه مدى لما يوجد في الخارج لكن احنا نتكلم في المفاهي يبقى ازاي بقى المعاندات بالنسبة إلى تحققهما أي تحقق العام والخاص في الهويات لازم أشرح دي وفكركم إن عندنا ثلاث حاجات عندنا الماهية وهي المفهوم الزهني وعندنا الحقيقة وهي المفهوم الزهني مضافا إليه الوجود وعندنا الهوية وهي المفهوم الزهني زائد وجود زائد تشخص تعين في فرد معين واضح فعندما تنتقل هذه المفاهيم العامة التي تتحقق في فرد أو صنف في الهويات واضح يعني لفها ثلاث حاجات ما هي وحقيقة وهوية هل تطلع الهوية يعني أنت الفرد ده مفهوم ووجود ومشخصات فروق فردية واضح؟ واضح؟ فعندما تتحقق هذه العموميات التي تكلم عنها في الهويات نعم إذن العموم والخصوص إنما يعرض للشيء باعتبار ذلك أنا كتبت فوق الصف أي لا في مستوى المهاية ولا الحقائق وإنما في مستوى الهيه منتوش معاي الهويات يا مولان الهويات أي وكده عشان أنا أقتله حاجة لما أنت نفيت من هنا إذن أسأله مش المخارج دلوقتي أقتلك حاجة وإلى أسحابها أي تحقق العمومي الخاص في مستوى الهويات اللي هو التالت ده ليس في مستوى المهاية جنيع ولا الحقائق اللي فيها الهوية أو الماسف المفهوم ومعاه وصل الوجود بس غير بعيد كما تقول إنسان أي إنسان طيب إذن العموم والخصوص إنما يعرض للشيء باعتبار ذلك كتبت نفوه أي لا في مستوى أو تقول في مستوى الهويات وليس في مستوى المهاية ولا الحقائق أعرفت التلاتة؟ يا شريف أعرفت التلاتة؟ فالأعم يكون متحققاً في هويات هويات وأفراد أكثر لأن المجال هو أوسع فالأعم يكون متحققاً في هويات وأفراد أكثر والأخص في أفراد أقال هذا في علم المصول كلما زادت القيود في الخاص كلما قلل أنت لما تقول الطلبة الناجحين تسوي الطلبة؟ ده ساعتهم لك لبين جحاً وهو كلهم طلب ولكن ما شوش ولا واحد ماشي فإذا ترتبت الأشياء في العموم والخصوص كالجوهري وده أعلى أعلى حاجة يعني كالجوهري بالنسبة إلى نوع الإنسان بل صنفه لأن الصنف أدنى من النوع شوية اللي يلم جميع قوى النوع صنفه فكل ما هو شرط لتحقق الأعم أو معاند له فهو شرط لتحقق الأخص معاند ذات الأخص فهو شرط لتحقق الأخص أو معاند له يعني أكس ما كان يدعي فإنه لو لم يتحقق الأعم في ضمن فرد لم يتحقق الأخص في ضمنه ما هو إمتى بيجي كده لما يتحقق في الخارج يجي الأخص في ضمن فرد لم يتحقق الأخص في ضمنه بدون العاكس وليس كلما كلما وجد فإنه لو لم يتحقق الأعم في ضمن فرد لم يتحقق الأخص هل يمكن أن يتحقق الأخص دون الأعام مستحيل دانه موجود قواه وهو ذا اللي دون عكس اللي هو العكس المنطقي إذ قد يتحقق الأعم في ضمن فرد غير فرد الأخص لا بالنسبة إلى تحقق ما في الزهن لا دا الحصول إذ لا علاقة بين الصورتين الزهنيتين المفاهيم الزهنية دي ليست بينها علاقة إنما تنشأ العلاقات بين الأشياء بعد تحققها تقول دا عام وداء خاص العلاقة بينهم العموم والخصوص الواجي العموم والخصوص النا المطلق كذا إنما لا تنشأ هذه العلاقات بين مجرد المفاهيم إذ لا علاقة بين الصورتين الزهنيتين بحسب تحققهما في الزهن وهنا تجل المسألة اللي قلتلك عليها طب مسائل العلوم ما هي لسه يدوب في مستوى المفهوم تريف وسع موخك عشان تفهم أي علم في الدنيا مكون من مجموعة قواعد مش كده أي علم منطق تجويد حساب في مجموعة قواعد جمعوا الطرح والصر مش كده مجموعة القواعد اللي تكون العلم باسمها مسائل مسائل جمع مسألة المسائل دي عندما تفهمها وتتحدد وتتميز جوة موخك كل قاعدة غير التانية ساعتها دي دي موجودة فين موجودة وجودا طبيعيا جوة زهنك ولا مجرد وجود زهني ومتميزة بعضها عن بعض خلوك معانا مش توسع بس توسع متعمق خليك معانا وما ذكرتم هناك شبحان الله فيه بالنسبة إلى تحقق ما لا بالنسبة يعني الحصول الخارجي وليس التحقق في الزهن إذ لا علاقة بين الصورتين الزهنيتين من ناحية عموم وخصوص بحسب تحققهم في الزهن فجاز أن تحصل صورة الخاص فيه يعني في الزهن بدون صورة العام ولا تعاند بين الصور الزهنية بل هي متقاربة ألا يرى أن الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد معانا يكاد يكون عكسه لكن بضدها تلميز الأشياء ولما يخطر في بالك الشيء غالبا ما يخطر في ذهنك ضده وهو معاند لكن بيجي فإذن بالبال مع الضد منه بدونه نعم إذا كان الأعم جزء الأخص نعم يعني هنسلم إذا كان الأعم جزء الأخص وكان الأخص معلوما بالكونهي معنا إذا كان الأعم جزء الأخص وكان الأخص معلوما من كون يعني هنقول زيك حيوان مناطق وانتنين يتحقق في الإنسان كان شرط تحقق الأعم في الزهن شرطا لتحقق الأخص فيه مش هتيجي حكاية إنسانية إلا إذا ودت حيواني مناطقية طبعا لأنها مقومة من مولاك لأنها مقومة لأنها مقومة أنه قال لك نعم إذا كان جزء وده معنا التقويم أنه مش مجرد صفة ده مقومة يعني عنصر داخل في حقيقة الشيء نعم إذا كان الأعم جزء يعني تقدر تقولها مقومة جزء الأخصي وكان الأخص معلوما بالكونهي الشرطين دول كان شرط تحقق الأعم في الزهن مش بس في الخارج بل في الزهن أيضا شرطا لتحقق الأخص فيه وكذا معاند تحقق الأعم فيه إن فرض هناك معاند يبقى بض لابد إن فرض هناك معاند لتحقق الأخص فيه من غير عكس كلي يعني ليس كلما تحقق الأخص في الزهن فلابد من أن يتحقق الأعم ليس بالضرورة قد يكون وقد لا يكون والمنكر له أي لكون الوجود بديهيا انتقلنا إلى بحث جديد كنا فيما مضى نتكلم في بداهة الوجود أو عدم بداهته وأنه إذا كان غير بديهي يعني كسب فهل يكتسبوا بماذا يكتسبوا بالحد أو بالرسم وما يترتب على ذلك من مشاكل ومناقشات كل ده قد مر والآن سيقول لك المخالفون في بداهة الوجود فرقتان من المفكرين ويختم بذلك المقصد نحن قلنا المواقف بتنقسم إلى مراصد مراصد وكل مراصد بينقسم إلى زي ما تقول مباحش لكن هو بيسميها مقاصد داخل المراصد فمواقف يعني أبواب ومراصد يعني فصول ومقاصد يعني مباحش داخل هذه فالمبحث اللي معانها يختم بالمسألة دي اللي هي من المخالفون في بداهة الوجود فرقتان اكتب على هامش الفرقة الأولى قدام السطرين الأخيرين الأولى من يدعي أنه كسبي يبقى قطعن الوجود عنده ليس بديهي ليس بديهيا من يدعي أنه كسبي محتاج إلى معرث شكل إلى معرث لأنه تصوري ليس تصديقي فيحتاج إلى معرث ليس دليل يحتاج إلى تعريف وده معنا معرث ليه؟ لوجهيني الأول أنه إما نفسه الماهية الوجود عند الشيخ أبي الحسن كما ذكرنا هو نفسه الماهية ولا فرق بين الماهية والوجود ووجود كل شيء عين حقيقته عنده العمود هو العمود اللي موجوده قدام دهو والعمودية معناها وجوده راسيا على الأرض حاملا جزءا من السوق الموجود فوقه بس وما فيش حاجة ورا كده فالماهية والوجود شيء واحد والوجود عنده عين الماهية وبالضرورة مش كل الأشياء معلومة لك يبقى بعض الأشياء جايش تعرفها وبعض الأشياء تخفى عليك يبقى لا يمكن أن يكون الوجود كله بديهي ده كده استنتاجية ولا مش كده مدام الوجود عين الأشياء هو أنت عارف حقائق كل الأشياء اللي في كل مين يعرض؟ ما فيش إلا خالقها ده أرسطه لما قال إن الحد يبين الكون أو حقيقة الشيء رجع وقال له وهذا صعب جدا أرسطه لما قال واضح؟ طيب ويريد تشوفوها في كتاب عبد الرحمن بدون منطقة رسل بيقول فرقتان الأولى يعني من أدعياء أو من القائلين بأن الوجود ليس بديهياً بل هو كسبي الأول إنه محتاج إلى معرف ليه؟ الوجه الأول الذي يلزم له تعريف إنه إذا خدت بالمذهب القائل بأن الوجود نفس ما هي يعني نفس حقائق الأشياء اللي حواليك وإنت عارفها كلها كما هو مذهب الشيخ أخذ أخذت وأنا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعاري وجود كل شيء عينه حقيقة كما يقول العلم المعاصر فلا يكون بديهياً لأنه ليس كل الأشياء معلومة لك كالماهيات بعضها معلومة بعضها لا فإنه ليس كونه شيء منها بديهياً إنما البديهي بعض وجوهها يعني قد تعلمها بالرأس وقد لا تعلمها فلا يدعي أحد أن كنها كل شيء واضح لا لكل عاقل فلا يكون بديهياً كالماهية وهناك عن طرف آب لأنه مذهب يفضي إلى أن بعض الأشياء قد يكون بديهياً وبعضها قد لا يكون فلا يكون بديهياً كالماهيات فإنه ليس كونه شيء منها بديهياً إنما البديهي بعض وجوهها إنها ماتتو إيج كلام زيادة إنما إيها حقيقة الداخلية إنما البديهي بعض وجوهها وإما زائد عليها يعني اللي بيقول بها أنتم معايا؟ إن الوجود غير المهية ويطرأ عليها دباء غير الشيخ أبو الحسن أنتم معاناً والله لأن الوجود إما يكون نفس ما هي زي ما بيقول أبو الحسن وبالتالي المهاية كلها معلومة لك ومعلومة بيكون هي أبداً إنما قد تكون معلومة لا ببعض وجوه يعني زي ما بيقوله من وجه ما وجه ما دي يعني بأي وسيلة للتعريف ولو بنفظ أوضح مش بالرسم بس إنما في حاجات مش معروفة لك أصلاً ولا خطرة لك على بال فضل عنها أن تعرفها بواجه أو بغير واجه خلص كذلك فإذا النتيجة بتاعت مذهبه الحسن واضح طيب والمذهب الثاني الذي يقول بأن الحقائق آسف المهاية هي المفهوم الزهني ولكن يطرأ عليها الوجود فتصبح حقيقة يعني متحصلة في الخارج وبعدين إذا طرأ عليها كمان المشخصات تبقى إيه هوية فده جوية نظر ثانية عند باباً مش حقائق الأشياء عين وجودها لا وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره يعني فيما هي ويطرأ عليها الوجود بس يطرأ عليها طروق الوصف انتم معانا مش طروق تقول يطرأ عليها طروق الوصف عشان هنعوزها وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره غير أبو الحاسب فيما هي والوجود يلحقه أو يقوم بها قيام الوصف بالمنصوف واضح فيكون الوجود حينازل من عوارضها صح؟ أي من عوارض الماهيات فيعقل الوجود تابعاً لها اللي يعرفها يعرف الوجود لأنها هي عبارة عن حكت ما هي وجود صح؟ تابعاً لها لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية لكن الماهيات ليست بديهية عند أصحاب المذهب الثاني الذين اعترفوا بطروق الوجود على المهاية طروق الوصف على المنصوف قالوا بأن هو بتبعها في الإدراك وبعض المهاية غير مدر يبقى مش بديه ليس دائماً بديهياً لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية وإنما يتبع المعروض مش عارف انت فاهميني ولا لا لكن الماهيات ليست بديهية إبعاً العارضة وهو الأود في بعض الأحيان مجهول ليس بديهياً فلا يكون الوجود بديهياً أيضاً مدم لاحق وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض نعم وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض يعني يجب زعاء دول يمنعوني أسمعك وأنا طبيعي سابعي ضعي تعال هنا قد يفهم الإنسان الماهية بدون أن يخطر على يعني على عقله العارض أي أنت لما تتخيل إنسانية أو كذا يكونها موجودة أو مش موجودة قد لا ترعى للبق فإذن مدام إدراك اللاحق ده اللي هو الوجود تابعي والأصل نفسه أحياناً مجهول إبن باب أول بمجهولة بخطوتين ماشي الكلام فبيل لهو ليس فلا يكون الوجود بديهياً أيضاً ليه؟ لأن التابعة للكسبي أولى بأن يكون كسبي ويحتاج إلى معارضة إبن باب أولى يحتاج الوجود إلى معارضة لأن التابعة للكسبي أولى بأن يكون كسبي والجواب ده كلاء لكننا نقصه لا نسلم أنه إذا كان عارضاً للمهية عقل تبعاً لها حكاية التبعية في المعقولية دي المعينة دي المفترضة ضرورية خد بالك فيبابة دي فيزن الاعتراضين غير مسلمين هعيد تاني أهو عشان اللي مش فاهم يقول لي اللي الرد الأول بيقول يعني بيقول لك أن تجيب أحد الجوابين السابقين بأنه بأن يقول أيضاً هي غير مستقلة بالمعقول بل تعقل تبعاً للمهية المخصوصة التي ليست هي ببديهية فيحتاج حينيز إلى أحد الجواب الأول أن العارض للما هي لازم يُعقل كما تدعون تبعاً للمعروض أو للمهية نفسها أنتم معنا اللي هو المعروض عن المهية ده نفسه لا نسلمه لأنه قد يُعقل العارض ولا يُعقل المعروض أو لا يخطر في الزهن أصلاً يبقى كلامك بقى بالإشكال بأنه لازم يحتاج معرف وأنه غير بديهي على أساس أنه الأصل اللي هو بيقوم به مجهول فمن باب أولا أن العارض رخر بيقوم به بنقول له لا مش دايما أنت فهمني؟ أنه قد يُدرك العارض والمعروض لا يخطر بالباق هذه واحدة أنتم معنا ولا لا؟ ده رد على استبعاد البداهة واحد بيقول لازم من معرف لأنه كذا وكذا يقول له لا اللي بيدعي البداهة له أن يرد عليك بهذا الرد أو رد آخر لا نسلم أيضاً أن الماهية المطلقة إنما تعقل تبعاً للماهية المخصوصة يعني ليه؟ وبعد ذلك حتى لو سلمنا بهذا فيكفي ولو في حالة واحدة إنه نتصور ماهية معينة كويس؟ ويعرض الله الوجود والماهية المعينة دي ضرورية يبقى ما هو متوقف عليها أو لاحق بها ضرورياً أيضاً وبالتالي يبقى لازلنا مع نظرية بداهة الوجود وضروريته إنما كلامها معينة لابد من التعريف لم يتم فلتبحث عن هذه الأخرى هذه القصة وهذه الحكاية ونبقى في البرة اللي جاية نقول يعني هنا بأولوان آخر الكلام فيعود الكلام فيها بأن يقال هي أيضاً غير مستقلة بالمعقولية بل تعقل تبعاً للمهيات المخصوصة التي ليست ببديهية فيحتاج حينيز إلى أحد الجوابين السابقين فيلزم الاستدراك في هذا الجواب يعني هو بيقول للأخير هذا يعني زيادة إنما الجوابين السابقين يصلحان إلى الرد على هذه الدعوة ثم ينتقل بعد ذلك إلى لأنه كله كان بناءً على نظرية أبو الحسن اللي بيقول وجود الأشععين حقائقها ونظرية القائلين بأن الوجود عارض الوجه الثاني أن يقال لا شك أنه لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية كما لا يبرهن العقلاء على القضايا البديهية فلو كان الوجود ضريرياً لم يعرفه وفيه تعريفة خد عندك كثيرة جداً بل مختلف فيها والمناقشة حول بداية الوجود وضرورياته أخذت مساحة كبيرة جداً كيف يقول بالبداية ده موضوح أي واضح لو كان بديهي مش البديه وما يدركه الكبير والصغير والعالم والجهل أما ليهي المناقشة ده كلها فنترك هذا الكلام ونجيله إن شاء الله بعون الله يوم السبت للقادم هو لو أنت يعني فيكو نفس أخلص الحتة دي نص صفحة ونبقى وقفين عند الفرقة الثانية من المنكرين لبداية الوجود وضرورياته معنا؟ طيب نخلص الفرقة الأولى إحنا انتهينا من إيه هم الجوابين ومش دروري الأخير ده ده زيادة استدراك معي الجواب الوجه الثاني أن يقال لا شك أنه لا يشتغل العقلاء بتعريف البدائه لو كان البدهيات يضيع وقت في تعريفها يدركه الكبير والصغير والعالم والجهل وها أنت ذا قد بزلت جهدا كبيرا ولم يتم لك المظلوم أبل ما هذا يعني بيستغل الحكاية المناقشات الطويلة حول المفهوم إذن هو ليس ببديه لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية يعني ذلك الكبير والصغير كما لا يبرهن العقلاء على القضايا البديهية يعني الأول من قبل التصورات ويحتاج إلى معرف والتاني من قبل التصديقات ويحتاج إلى دليل فإذا كان الحكم بديهيا لا يحتاج إلى دليل وإذا كان المفهوم بديهيا لا يحتاج إلى تعريف ولا معرف واضح فذلك لا يهتم بالعقلاء ولا ولا يبذلون الوقت فيه فلو كان الوجود ضروريا لم يعرفوه والجواب يعني على دليل دهو أنه خدم نقشة تيري بلازم يكون غير بديه الجواب عن ذلك أن تعريفه ليس لإفادة تصوره يعني هو مجهول المدلول والتعريف يبين المدلول كما هو الحال في التعريفات لا ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا واضح بل تعريفه لتمييز ما هو المراد بلاز الوجود يعني أحيانا أنت تبعث في الشخص عارف لكن مش عارف أنه هو ده شريف من اللي يقع عليه اللفظ ده التسمية دي أنت عارف ده الفولان ده مش عارف أنه حسن بيحصل عمد الله السلامة خلصت امتحانات جاي ليه روح ذاك نحن نحب أن نراك ولكن امتحان أولى أكمل اليوم ليس اليوم بقيت واحدة نصرك الله يا شيخ نصر المؤذرة اللي فات كويس فبيقول له قولك إن المسألة خذت منقشات طويلة يبقى ده بديه قالوا لا المنقشة إن بمكن الشيء يبقى معروف لكن مش هو ده الذي يطلق عليه عند المختصين لفظ الوجود فده كله علشان يعرف الوجود ماذا يعني مع إنه جايز المفهوم الذي لا نعرف اسمه موجود في أزان قلت لك أحين كثيرة بتبع عارف الشخص بل هو أمامك حاضر مش بتتعرفه وتنسى اسمه ألا يحدث يحدث كثيرا فده من بابه من هذا النوع ليس لإفادة تصوره حتى تقول إنه غير بديه أو حتى يتنافى مع بداهته معنى أسده بل يعني لازم كده يكون ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهية بل تعريفه لتمييز ما المراد كلمة هو مش موجودة في القرآن أبدا لكن يدولك إن الأسوب اللي بنستخدمه الأيام دي موجود من أيام الشيخ الشريف الجرجاني وهو صحبه الإيجي الإيجي إنما دور في القرآن ما تلاقيش تلاقي ما الشيء إنما ما هو الشيء لا معنا يا شيخنا دي ألهلنا أستاذنا الدكتور محمد غني مهلان رحمه الله وكالراجل يعني من أحسن ناس معرفة بالفرنسية ويعرف إنجليزي ويعرف فارسي وشيء من العبري ولكن كان يتقن العربية إتقانا ولما ترجم الكتاب اللي ترجمه آخرون أظن منذور أو غيره ما هو الأدب نشر هو اللي ترجمه بتاعته ما الأدب بالعنوان ده لا يوجد حيث يسمى ما هو ما الشيء تسأل عنه شوف القرآن كل القارعة ما القارعة كذا كذا على طول تسأل عنه تسأل عنه لكن الآن صح ما لا يوجد شوف القرآن الكريم بيقول له ده مش للتعريف وبيان المثوم وإنما للتمييز ما المراد بهذا لفظ ما هو المراد بلفظ الوجود من بين سائر التصورات ولتلتفت النفس إليه يعني نعم التنبيه مش التعريف واضح قد تعرف الشيء مش بيحتاج تعريف لكن يحتاج تنبيه لأنه غائب عن الخاطر مع أنك تعريفه ولتلتفت النفس إليه بخصوصه فيكون تعريفا لفظيا مش لماني الحقيقة فلا تنفم على البداء فيكون تعريفا لفظيا ما قاله شك لأن اللي بتاعه عندك مش قوي فيكون تعريفا لفظيا ما قاله التصديق لأن التعريف لا يفيد تصديق التعريف في التصور إنما إحنا هنا بنقول إيه لفظ الوجود يدل على المفهوم الفلاني ده عبارة تصديقية واضح الكلام ولا مش واضح يا شريف التعريفات تفيد التصورات إنما التصديقات تيجي من الجمل الكاملة من الأحكام لهم لا يكون فيها حكم يبقى عايزة تصديق وهو قبول الحكم والتسليم به هو ده اللي اسمه تصديق هنا ده من هذا القبيل لأن أنا مش بعرف المفهوم ده أنا بقول إيه المفهوم ده يأخذ العنوان ده فهي مسألة تصديقية لا ولتلتفت إليه النفس بخصوصه فيكون تعريفا لفظيا ما آله يعني خلصت في النهاية التصديق مش للتصور أنا كتبت فوق التصديق بأن لفظ الوجود موضوع لذلك المعنى هادي معنى أنه تصديق وش تصور فلا ينافي البداهة انت عمل معه بروتوكول مع الراجل ده ما آله التصديق كما مر ما كتبت لك فوق والأمور البديهية يجوز تعريفها بس مش لبان المهية للتمييز بحسب اللفظ لفظ أوضح للتنبيه فقط فإن البديهية وإن كان حاصلا في الزهن بديهة يعني لأول وهلة لكن قد يكون مجهولا من حيث إنه حط همزة تحت مدلول لفظ مخصوص كما قلت لك تعافل بني آدم وقدامك كمان مثلا محرقة جدا وناس اسمك هو صديقك ومش يحصل شي مع العواجز بيحصل إنما معكم انت لا فإن البديهية فإن الناس يشيقون على طرق متعددة منهم من ينسى الأسماء ومنهم من ينسى الأشياء نفسها عفاكم الله اغتنم خمسا قبل خمس وانتظر الكلام ده هيمر على زينك كده عابرا لكن والله هتدور على الخمسة دول ما تلا يهومش والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ فإن البديهية وإن كان حاصلا في الزهن بديهة أو بداها تنزيمة أول لكن قد يكون مجهولا من حيث إنه مدلول لفظ مخصوص ومراد به فيعرف شكل الكلام ده كله فيعرف مش لبيان ما هي ما هي موجودة في مخك فيعرف ليعلم أنه مدلوله ومراد به وقد أجيب عن الوجه الثاني أيضا بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع فيه لكن جماعة لما تصوروا أنه أي الوجود ليس هو الكون في الأعيان بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن كذلك ما هي دي الفكرة اللي هي قلت لكم كلام أبو الحسن بالغ القيمة لأنه ما فيش حاجة اسمها ما هي وبعدين يجي حاجة كده زي زي ما بتعمل الشيكولاتة تيجي تلغمطها بالحال ومن فوق لا يقول لها حاجة واحدة بقى العمود حاجة اسمها ما هي وبعدين عمودية كيف يبدو هو ده قطعة الصخر التي ترسو على الأرض وتحمل كما من الأسقال تبقى عمود وهو وجود العمود على إنه ما هي أنا أنا في دي في النقطة دي أشعر فهو بيقوله ما يا سيدي مش أنت فكر الأبيات هذا وإني في الختام هذا وإني في الختام مردد مكرر مردد مردد قولا قديما للحضور الأزهري كان مؤتمر للحضور الأزهري وإذا لحاك العازلون فقل لهم قول امرئ في دينه مستبصري إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعري وترونه ذا علة في عقله فليشهد ثقلاني أني أشعر في النقطة دي على الأقال إن وجود الأشياء عن حقيقية ما هي ويترى عليها طروق الوصف أو طروق المقوم أنشعر كل هذا حصل فين ودخلت في صميم الأشياء وعرفت كونها تتجهل نفسك التي بين جنبيك وعقلك أين هو هل تذكر أن هناك عقل فيك طيب فين كبار العقلاء نفسه كبار العلماء ليس سميم بيحاولوا يقوم يبقى 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 الكون هدا والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ فإن البديهية إن كفدهتها فيعرف ليعلم أنه مدوله ومرض به وقد أجيب عنه الثاني بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع نزعه فيه لكن جماعة لما تصور الأستاذ المرسي العقمي المرسي العقمي مدير المجامع بستة أكتوبر السلام عليكم أهلاً أهلاً وسهلاً بك أي حسن أنا واقف بالك ويسأ كلامك صحيح ونشكل وفده ونروح له هناك بيقولوني كده هي والثلاث شهور ان شاء الله قبل والله عملنا طريقين عشان نوصل للجنزول حاضر حاضر وقايز بكرة اروح لوزير المالية انا انا احنا بنحاول ولكن شاء الله حاضر ادعو الله امين انا اشكل لك هذا التنبيه الله يحفظكم الله يحفظكم وعليكم سواء انت قلتلك اه حاكين ولا تلاتة اه حلط فيهم التالتة دي انه لازم بكرة اه اخلي الشيخ يكلم وزير المالية وروح شوف يا سيدي لكن جماعة لما تصوروا انه اي الوجود ليس هو الكون في الاعيان بل هو شيء يوجب الكون في الاعيان يعني معنى ما لما ينخلع على الماهية اللي يقولوا عليها يعني يتلبس بيها تكون الحقيقة يبقى الحقيقة مكونة من حكتين يعني الماهية وذلك المعنى الذي يوجب للمهية الحصول او يبني عملية فلسفية واحد بيبني مفهوم معين وبعدين بيقول ده لما يطرق على المهاية يدي لها ما يسمى ما يسمى بالوجود ده مفهوم معين ده عندي صاحبنا احنا نتكلم عن الوجود الحقيقي اللي موجود بره البخ بره الازهان هل يمكن احد انا وهل يشك احد ان بعض هذه او كثير منها الذي يحيطه بك تعرفه بدون يعني الطفل مش يعرف الزهرة من الجمرة والذي ما بيقوله مدد وكشان وحطها الالسانه وبعدين الاخي هون هو ده كلام حكايات يهودية تفهمني يا شيخ ولا ايه كل واحد عار هيمدر بصلها سخنا هيبعد هيتنه مكبش فيه وعطاه على الالسانه كمان ده كلام ملوش معنا انت فهم غرضي يعني بعض الاشياء المحيطة بك تعرفه وزي ما قلنا يا محمد انت روح في المدرسة ولا لسه يقولك اه يا باب انا موجود اه في الطفل عارف موجودي وفهم الوجود واضح الوجود اللي هو بره الاعيان وده كل الناس عرفها الله الله على الاخصار الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكبر لو ولتو صفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا ربيين على مصرمين يبعد ثلامك المتين يا الله اجتألي ناسها الطيبة وديها ما فيها مخلصين يا ما شاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر